مرحبا بكم والبنات كنت منكم كلكم تكونوا بخير وعلى خيروا في احسن احوال فيديو جديد سوف نشارك معكم الفونيل درهم سوف نجربه معكم في هذا الفيديو اذا كنتم اول مرة تشاهدون القناة لا تنسوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرحبا بكم بالنسبة لفونيل درهم يكونوا فيهم 12 وحدة ويكونوا معهم هذه الصاقات الاكتر يجل هذه الصاقات يكونوا لا يوجدهم اشتركوا في القناة سوف نشارك معكم الصاقات اخرى التي اضعنا بثافة وتلصق الدفار كما اشتركوا هنا قديتهم على حسب الفورما كل الدفار سوف نرى كيفية تلصقهم اول شيء قبل ان نلصق الدفار قبل ان نلصق الدفار نضع العباز تحمي لكم الدفار لكي لا تهرسوا لكي لا تشاهدهم الكثير من الدفار اول شيء اضعوا لبز اضعوا الساقة لكي تلصق الدفار كما قلت لكم البنات بالنسبة للصاقات لا سوف نستعمل هذه الصاقات لديها الكثير من لديها الكثير من و لكن يكونوا كلهم مناسبين اريد ان تحل شيء واحد ولكن لا تريد ان تحلية في درت بالنقص سوف نجرب معكم هذه الكولة فيها الكثير من الناس خمسة الدرهم رائعة سوف نجربها و كذلك لانها فيها الشيطة انا اضعها لكم هذه الشيطة بحالة لكي تضعوا كمية كليلة و تضعوا و تضعوا و تركبوا و تركبوا و تنقصوا هذه هي المشكلة في هذه المشكلة اما هذه المشكلة حاولت نحل معكم و لكن لا تريد و سوف نكمل و سوف نكمل في هذه المشكلة سوف نبدأ بالدفر الصغير و لأي دفر سوف نبدأ بحال هكا في هم هدوك سنينة من الأحسن و سوف نبدأ و تلسقوا فيهم سوف نبدأ بحال هكا و سوف نبدأ و تلسقوا فيهم طريقة سهلة و بسيطة و هنا سوف نبدأ للسق معكم واحد بواحد سوف نلسق واحد اليد سوف نبدأ سوف نلسقها سوف نلسقها في الدفر و كذلك سوف نلسقها في هذا الفوني الذي سوف تلسقه و سوف نبدأ بحال هكا سوف تشد و دقيقة سوف نشوف و ليس سهل لكي تتحيد سوف نبدأ و الدفر سوف نبدأ في البلاستون بالصراحة سوف نبدأ و يجب أن نستطيع من الناس بخمسة درهم و إكتبار اللذي كانت لديكم تستطيع تخيبها في هذه القرية و تبقى تدركها لها سهلة و لا تدرك لكم لا تدرك لكم لا يسبب لهم حيث أو لا يسمع هذه اللطقة تديرها في دفركم نيشان وما يخسر لكم وما تخرج لكم الكولا نهائيا يعني الصراحة زوينة بثاف هذه الكولا هذي غير خوضوها وهنايا بعد ما كملت تقريبا يديها كاملة غادي ندوز باشا غادي انفرنيها هانتو ما كما تشوفو شكل ديالهم زوينين ما كيبان وشو ديالدرهم ولكن هما شوية كبارين عادي البناس إلا كانوا كبارين مشو مشكيل غادي تبغوهم غا يجيوا بحال الى مركبين اولو بحال ديالخمسة دراهم صراحة زوينين غير هما انهم تقريبا ديال استعمال واحد ماشي ديالجوش وكي تهرسوا في يعني ان لو بغيتوا تديرهم غير نهار واحد راهم زوينين يلا فوتوا بهم نهار كي تهرسوا من الوسط كي يجيوا خايبين من الاحسن البنات نهار واحد يديروهم تسبغوهم وديك ساعة خرجوا بهم او لادرو بهم اشنو بغيتو ومن بقت فجيو حيدوهم هاد الفيرني هادا كنتخذيتو توا من عند الناس ديالخمسة دراهم صراحة صدق اللون ديالو الزوبين وكذلك هو مات ماشي ماشي بغيونس وإلا بغيتوا البناس اي واحد الحاجة اي فيرني عندكم بغيتو تردوه مات عرضوه البخار أما إلا بغيتو هو كان ماتبغيتو تردوه بيتو تردوه يكون بحالة كافيه لبغيونس غدوا تحضروا اللباز وتدروها من فوق وهدا هو هانتم كتشوفو شكل كيفي تشوفو الفيرني صراحة انا اجبني هذا الفيرني ما عرفت شو غي اجبكم سما او للا واكتر حاجة اجبتني فيه انه مات وهذا هو الفيديو كيف ماشتوا البناس هدو هما التفيرات ديالي اعطونا الرأي ديالكم في كومنتاق وقولوا لي كيف اجبوا التفيرات ديالدرهم وش باينين او للا وهذا هو الفيديو كنتمنى اجبكم كنتمنى الناس اللي ما مشتركين جديد خلووا يشتركوا في القناة ويفعلوا الجرس باش يوصل لهم اي جديد في القناة وانتلقوا في فيديو اخر باذن الله